مكان غامض يلفه الرعب والخوف أساطير مفزعة وأقل ما نستطيع أن نقول عنها بأنها مكان ملعون عفنة ممتنة وصفها رسولنا الكريم بأنها أبغض مكان على سطح الأرض تقع في واد سحيق على سطح هذا الكوكب عمرها آلاف السنين والأكثر من ذلك أنها وجدت قبل التاريخ ولا أحد يعلم كيف تكونت ويقال أنها حفرت لتكون سجنا أبديا للجن استخدمها نبي الله سليمان عليه السلام كسجن يرمي فيه العصات والمتمردين عليه من المردة والجن والمخف حقا هو الروايات التي يتداولها أبناء المنطقة التي توجد بها هذه البئر بئر برهوت أعظم أسرار اليمن الكل يخشى أساطيرها ولا يعرف سرها سنتحدث في هذه الحلقة عن موقع هذه البئر سبب تسميتها الروايات والقصص التي تدور حولها ثم سأذكر لكم المفاجئة الكبرى ما الذي وجدوه في قعر هذه البئر رأي العلماء والفرق التي زارت المنطقة في محاولة لاستكشافها وما تعرض له من موت وأهوال تشيب منها الرؤوس وأخيرا رأي الأديان عن بئر برهوت وكل ما قاله عنها نبينا الكريم لنصلي ونسلم عليه أولا وللتذكير فقط أرجوكم أحبائي تكرموا بالاشتراك معي في القناة ولنبدأ بئر برهوت تقع في ظلام دامس ولا يمكن رؤيتها إلا في حالة واحدة ومن حاول استكشافها على مر التاريخ فقد جزءا من أعضائه والأكثر رعبا يقال أنها النقطة التي سينطلق منها دمار الأرض بئر برهوت التي تقع في اليمن بوادي حضر موت تحديدا في محافظة المهرة يصل التسعف وهت البئر إلى 100 متر مربع في حين قدر عمقها بأكثر من 250 مترا الأمر غير مؤكد بشكل نهائي إذ لا يمكن رؤية قعر البئر أو ما بداخلها إلا في حالة واحدة فقط أن تتعامد أشعة الشمس بشكل كلي مع فوهة البئر في ساعة الظهيرة أثارت هذه البئر جدلا كبيرا ومستمرا إلى يومنا هذا لا سيما وأن أول ما يقال عنها عند الإتيان على ذكرها هو أنه لا قعر لها وهي مسكن للجن وأنه منها سيخرج المعذبون يوم القيامة وأن أرواحهم المحبوسة فيها هي من سببت نتن ماءها ورائحته الكريهة ويقال أن الفجوة تسكنها الأفاع الضخمة والحمام الأبيض وبحسب سكان المنطقة أيضا فإن قاع البئر التي تقع في منطقة قاحلة تحيط بها الخضرة من كل جانب ويمكن سماعها دير مائها المتدفق بوضوح تام الأمر الذي أكده السكان مرارا وتكرارا أما عن تسميتها بهذا الإسم يتعلق الأمر بشكل وثيق بالقصتين الشهيرتين التي يتداولهما أهالي المنطقة حول البئر القصة الأولى تقول أن البئر أمر نبي الله سليمان عليه السلام ملوك الجن بحفرها لتكون سجنا يضع فيه من يعصيه أو يخالفه واعتبر الأهالي أن الغازات والأبخرة التي تتصاعد منفوهة البئر هي من العلامات التي تؤكد هذه النظرية في حين اعتبر البعض الآخر أن الضلام الحالك الذي يخيم على البئر دليل آخر على صحة هذه القصة أما عن القصة الثانية فتقول أن أحد ملوك الدولة الحميرية القديمة وهي مملكة يمنية قديمة استعان بالجن في حفر هذه البئر من أجل إخفاء كنوزه وعندما مات هذا الملك استوطن أتباعه من الجن هذه البئر انطلاقا من هاتين الروايتين والتي اعتبرهم البعض أقرب إلى الخرافة من الحقيقة أطلق على البئر اسم بئر برهوت فكلمة برهوت باللغة الحميرية القديمة تعني أرض الجن أو مسكن الجن وتعرف البئر أيضا بتسميات أخرى متعددة أبرزها بئر قعر جهنم أو البئر السوداء هناك نقطة مثيرة لاهتمام وهي أن هناك أقاويل مفادها بأن هذه الحفرة ليست بحديثة العهد وإنما وجدت قبل التاريخ ولكن لا وجود لأي وثائق علمية أو تاريخية تتناول هذه النقطة تدور العديد من الأساطير والقصص التي يتداولها السكان ويؤمن بها الكثير حول بئر برهوت ولكن رواية واحدة سأذكرها لكم في تفاصيل الحلقة هي الأكثر رعبا وبعد سماعها لا يمكن لنا نسيانها بسهولة القصة الأولى يقال أن امرأة كانت ترعى الأغنام في منطقة البئر وأنها وضعت ابنها الرضيع في مهده على مقربة من البئر فاختفى فجأة ولم يعرف له أي أثر على الإطلاق رواية ثانية مثيرة للاهتمام عن هذه البئر هي أن ماء البئر حلوة بطعم السكر لكنها ذو رائحة كريهة وغير صالحة للزراعة وأنه كثيرا ما تسمع أصوات أنين صادرة من البئر إلى جانب انبعاث روائح كريهة وأبخرة سامة متصاعدة أما القصة الثالثة والأكثر رعبا ودموية ركزوا معي جيدا تقول قصة أن السكان القدامى تعرضت منطقتهم للجفاف الشديد فقصدوا البئر لاستخراج المياه منها فحدث ما أصابهم بالصدمة بعدما أنزلوا أحدهم مربوطا بحبل لرؤية المياه وجلب القليل منها كي يعرفوا أنها صالحة للشرب أم لا فجأة بدأ بالصراخ وبترداد كلمة واحدة لا غير أخرجوني أخرجوني وعندما أخرجوه كانت الصدمة لم يجدوا سوى الرأس في حين يقول البعض الآخر لم يجدوا سوى نصفه الألوي رواية تشبه أفلام الرعب وهل حدثت بالفعل الله وحده يعلم أما عن النصص الدينية والتي تشرب وضوحا إلى أن منطقة البئر هي الأبغض على سطح الأرض فما هي أبرز هذه النصص؟ البداية مع الحديث النبوي الشريف عن رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام حيث قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة بحضر موت كرجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها وأحدث أخرى قيلت في بئر برهوت أن فيها أرواح الكفار والمنافقين وأنها بئر قديمة عميقة في ثلاث واد مظلم وأشارت أيضا أن أبغض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت بحضر موت فيه بئر ماءها أسود منت تأوي إليه أرواح الكفار بالمقابل يربط البعض بأن دمار العالم سيبدأ من هذه البئر بحديث نبوي شريف فيما رواه حذيفة بن اليماني رضي الله عنه يقول فيه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام لتقصدنكم النار هي اليوم خامدة في واد يقال له برهوت يغشى الناس فيها عذاب أليم تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير كطير الريح والسحاب حرها بالليل أشد من حرها بالنهار ولها بين السماء والأرض دوي كدوي الرعد القاصف هي من رؤوس الخلائق بالنهار أدنى من العرش هناك العديد من التفسيرات لهذا الحديث فمنها من يعتقد أنه تحقق فعلا ويربطه بأحداث وحروب سابقة ومنها من يعتقد أنه لم يتحقق بعد والله العليم وكما سبق وأشرنا في بداية الحلقة قليلة هي الوثائق التاريخية والأبحاث العلمية التي تتناول بئر برهوت إلا أن هناك بعضا من المحاولات لاستكشاف البئر مع العلم أن بعض هذه المحاولات أكدت صحة ما يتم تداوله بين السكان وأهالي المنطقة فإحدى المحاولات المسجلة هي لأشخاص من شركة خط الصحراء حيث تم ربط أحد موظفية الشركة بحبل من أجل أن ينزل إلى قاء البئر ومعه كاميرا فيديو لتصوير عملية النزول بعد وصول الموظف إلى 100 متر طلب الموظف أن يتم رفعه بسرعة وعندما سئل عن السبب قال أنه رأى البئر وكأنها تضيق وستغلق عليه وعندما رجعوا المشاهد التي التقطتها الكاميرا صدموا عندما رأوا أن ما تم تصويره هو الظلام دامس رغم أن وقت النزول كان عند الظهيرة وهو الوقت المناسب لمشاهدة البئر بوضوح تام مع كل ما ذكرناه سابقا تبقى بئر برهوت سرا مليئا بالغموض على الرغم مما تخفيه من جوانب مرعبة إلا أنه بعد إن ذاع صيط هذه البئر في العالم أجمع جذب العديد من السياح من مختلف بقاع الأرض بحيث يتوافد الجميع لمعاينة صحة ما يقال عنها يا ترى ما السر الذي تخفيه هذه البئر وما حقيقة أنها مسكونة بالجن وهل ما يقال عن سماع أصوات أنين وأبخرة صحيح أم أنها مجرد أساطير وروايات غزاها الرعب والغموض إذن أصدقائي هذه كانت أغلب المعلومات والقصص المحلية والروايات عن بئر برهوت وذكرت لكم أيضا النصوص الدينية حول هذه البئر الغامضة فهل سيبقى غموضها أبدي أم أنها ستكشف يوما ما عن سرها الغامض لا تنسوا أن تشاركوني رأيكم في التعليقات وتشتركوا معي في القناة دمتم سالمين إلى اللقاء